بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات والتسليم على سيد الخلق مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين وعلى من تبعه ووالاه بإحسان إلى قيام يوم الدين السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته نهنيكم بذكرى ميلاد شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي الأكبر علي الأكبر بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم آلاف التحية والثناء السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به خير ما نفتتح به محفلنا آيات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها على مسامعنا الشاب الطموح السيد حيدر هاشم فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مفال نوره كمشكات فيها مسباح للمسباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهى على رسول الله وآله الأطهى صل على محمد وآله نشكر القارئ السيد حيدر هاشم ونتمنى أن تكون هذه المشاركة بارقة خير في المناسبات القادمة ترجمة نانسي قنقر